كل ما استطاعت أن تستولي عليها أو حتى أن تكون قريبة بما يكفي لتهديد منابع النفط وبالتالي التحكم في مسار استيراد النفط أو تصدير النفط وذلك لكي يحظى بقوة أكبر في الضغط على الحكومة وعلى التحالف والحقيقة أن هذا التحشيد الحوثي وهذا التصعيد لا بد أن يقابله تصعيد مقابل من الجانب الحكومي على الحكومة أن تهتم بالجيش وأن تهتم بالتحصينات وهذا ما يبدو واضحا على الواقع أنه لا بد من تصعيد آخر هناك أيضا تصعيد إنساني في الضالع ثلاث قراء كما تابعنا محاصرة من قبل الميليشيا الحوثية واختطافات متواصلة بحق أبناء القراء نعم بشكل عام الوضع الراهن بالنسبة للحوثي هو وضع نموذجي ويهمه جدا أن يكسب الوقت من خلال إثارة القلاقل وإثارة الحرب والتلوح بها مجددا لكسب أكبر قدر ممكن من الوقت لتكديس الأرباح والمكاسب التي تنهمر عليه من خلال سيطرته على الكثير من المناطق اليمنية والجبايات وغيرها إضافة إلى البساعدة كما تحدثنا سابقا أما بالنسبة للجانب الحكومي فهو الخاسر أليس ذلك مناقضا لما يجري في الكواليس بالحديث كما تابعنا عن جولة جديدة من الفوضات عن الأسرى والمختطفين وزيارات متبادلة بين صنعاء ومأرب نعم أيا كان ما يجري في الكواليس فهو يسير بسرعة السلحفاء وتأخر الوقت هو يصب في مصلحة الحوثي ترجمة نانسي قنقر